تمكن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالودي أثناء قيامهم بتفتيش التقيق لحافلة نقل المشافرين متجهة إلى إحدى ولايات الشمل من توقيف شخصين مشتبه فيهما رجل وإمرأة بحوزتهما كمية جد معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 18870 كابسولة نوع بريقابارين 300 ميلي جرام مخبأة بإحكام داخل حقائبهما الكمية كانت موجهة لإغرق إحدى الولايات الشمالية للوطن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي خليفة فتحت تحقيقا في القضية